السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن استكمال السلسلة رفاتك سترجع شوفهم إلا ما شفت يومش فاستكمال السلسلة ثولى المرحوم محمد الخامس الحكم على المغرب سنة يعني هذه السلسلة خاصة بالجمارك بإدارة السجون و بالأمن الوطني ثولى المرحوم محمد الخامس الحكم على المغرب سنة 1927 اليوم بالطبع 28 نوفمبر إذن يحتل المغرب في إنتاج الفوسفات المرتبة عربيا يعني كلهم عربيا فالمرتبة الأولى عربيا في إنتاج الفوسفات تم استرجاع منطقة طرفايا سنة 1958 ذي جاهدرنا متى تم استرجاع منطقة CDF فحاول ترجع للفيديو السابق ما هو الاسم الذي يطلق على ذكر الضفضع يطلق على ذكر الضفضع اسم العلجوم وذي جاهدرنا عليه كم نقطة توجد في رخصة السياقة هذه المعروفة 40 نقطة توجد أعلى قمة جبلية في المغرب على جبل تبقال هذا معروف جبل بوي بلانكينف تازة توجد يوجد جبل أنجلو تاني أعلى جبل في العالم في قارة أمريكا الجنوبية من الجرائد التي تصدر بالمغرب أسبوعيا نجد جريدة الأيضة الذي تولى رئاسة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا في يونيو عام ألف وتسعمية ألف وتسعمية وتمانية وسبعين هو عبدالفتاح اسماعيل من هو مخترع الميديا مخترع الميديا هو ديفورست كلمة أستاذ التي تعني معلم إلى أي لغة تنتمي تنتمي إلى اللغة الفارسية منهم محاضير العرب محاضير العرب هم الصعاليك ما هو العذاب الذي وقع على قوم تمود العذاب الذي وقع على قوم تمود هي الصيحة ما هو أول مسجد أسس بالمدينة هو مسجد قباء ما هي المادة التي تفوق السكر في حلوتها ب تلتميات ضعف المادة هي السكرين ما هي أصغر قار في العالم من حيث المساحة هي أستراليا كم يبلغ طول الأمعاء في جسم الإنسان يبلغ طول الأمعاء سبع أمطار يجري حل المنظمات النقابية أو ثوقيفها بمقتضى مقرر قضاء صدرت مجموعة أو صدرت مجموعة القانون الجناء المغربي سنة 1962 وهذا ما يعاب على القانون الجناء المغربي كون أنه قديم ولا زال يطبق إلى حد ساعة بدون أي جديد وبدون أي تغيير ما هو الشيء الذي إذا غليته جمد أو إذا وضعته تحت درجة حرارة عالية كي يجمد ألا وهو البيض أين يقع خليج قابس يقع خليج قابس بتونس ما هو المرض الذي أهلك نصف سكان أوروبا في القرن الحادي عشر وهذا المرض تعرف بزاف بعد جائحة كورونا ألا وهو مرض الطاعون كم يبلغ عدد أسنان عند الإنسان البالغ يعني عدد أسنان الإنسان البالغ في العموم هي 32 سن الكائن الذي يستطيع رؤية الأشعة تحت الحمراء هو حية الحفرة الخبيثة كما تسمى ما هو أسرع الحيوانات ألا وهو الفهد ما هو طائر البلكان طائر البلكان هو البجع ما هي أقدم عاصمة في التاريخ أقدم عاصمة في التاريخ هي دمشق ماذا تسمى منابت أسنان الصبي يعني البلايس اللي يكبر منها أسنان الصبي تسمى ضر ضر لغة العربية صعبكسي توفر المغرب على أو يتوفر المغرب على كم من دائرة يتوفر عليها المغرب يتوفر على مئتين وثمين متى تأسس حلف وصله أو معاهدة وصله سنة 1955 المهرجان الدولي للفيلم بالمغرب ينظم بمدينة مراكش ما هي الدولة الوحيدة التي لا تنكس عالمها في الحداد ولا ينزل حتى يعني لا يستعمل حتى في المناسبات أو في الحفلات بل يستعمل عالم آخر مشابه له بدون يعني الكلمة لا إله الله محمد رسول الله ألا وهو عالم السعودية من أهداف قمة مالطة تجنب قيام حرب نووية كل مئة سنة يطلق عليها قرن من الزمن كم عدد العصور القديمة ما قبل التاريخ عدد العصور القديمة ما قبل التاريخ هي ثلاثة عصور وبحكم أننا سألين الحلقة السابعة من هذه السلسلة فقط أريد أن نشارك معكم بعض الأشياء التي ممكن أنها تنفعكم إذا وصلت إلى هذا المستوى فبالنسبة لما أضعوا لك كسام بالنسبة للناس التي يدوز لجمارك فلما أضعوا لك كسام على سبيل المثال أضعوا لك موضوع فالموضوع طريقة تحرير موضوع أو كتابة موضوع بصفة عامة فمهم جدا يعني المنهج ترتيب الأفكار ترتيب المعطيات التي تقدمها في الموضوع على سبيل المثال نأخذوا موضوع مثلا أعطوكم مثلا على سبيل المثال على سبيل المثال للحصر في 2018 كان أعطوهم يدرو على جنيد الإجباري فلوقيت التي تريد تهضر على الجنيد الإجباري ستصوب مثلا ومن بعد طرح بعض التساؤلات على سبيل المثال ما هي المزال التي يقدمها للشباب ما هي التكوينات التي توجد مثلا به مثلا تطرح سؤال وذلك سؤال سترى عليه نفسه وتقدر تدير المدخل العام على سبيل المثال أنا كدرت المدخل عام في ذلك الوقيت من بعد ما حدت صحيح للدراري كدرت المدخل عام هدرت فيه على هتلر وأول زعمة جنيد الليدر هدوك طلبها وزعمة الشعب دياله والطريقة الجنيد الليدرها ومن نقطة بسنا الكثير من الأفكار الخاصة بالجنيد بعد ذلك هدرت على المزايا التي يوفرها الجنيد على الديبلومات على الديسيبلين على شنو يولد في الشخص سوى من ناحية النفسية سوى من ناحية المعنوية سوى من ناحية الجسدية الكثير هدرت عليه بصيفة عامة وهدرت على المزايا التي تقدمها أنه يكونوا عندك مجنادين للدولة والقطاع العسكري بصيفة عامة والقطاع الحربي وفي التالي يعني درت الخاتمة وكان ذلك منظم درت أولا درت فيها مثلا عن المزايا التي يقدمها المجند في حد ذاته ثانيا مثلا المزايا التي يقدمها للدولة ثالثا المزايا المشتركة منها مثلا الاقتصادية والسياسية مهم كتحاول أن ذلك يكون منظم ولا ذق فمجرد ما يأخذ مثلا المصحح الورقة يشوف منظمة فهو يعطيك نقطة على التنظيم برغم أن الأفكار تختلف يعني يعني يعطيك موضع فهو يخلي لك الحرية أنك تحرر بالأفكار الخاصة بك أو بالأفكار ديالك فما يحاسبك على الأفكار بقدر ما سيحاسبك على كيف تظهر لذلك الأفكار التي لديك وغالبا إذا كانت لديك الفكرة في دماغ وما عرفتي تعبر عليها بالوسائل المناسبة فما تلوم شهادك اللي سيصح لك فكنتمنى أننا الحلقة تكون لديك لديكم إذا جب أشتروا لايك وسبسكرايب وتبب رتاجي وعلى وسع نيطاق شكرا لكم لديكم لدينا لدينا لدينا